فوزي أكرم تارزوغل أشت أهم التطورات الجارية في الساحة التركمانية وأوضاع المناطق التركمانية وتم خلال اللقاء أيضا بحث عدد من الملفات التي تهم الشارع التركمانية من جانبها أكدت النائبة الأذربيجانية جانيرا باشييفا والوفد الإعلامي الأذربيجاني والتركي المرافق لها على أنهم يقفون دوما إلى جانب أبناء الشعب التركماني حيث قدم الصالح درع الجبهة التركمانية إلى النائبة الأذرية جانيرا باشييفا فيما قدمت باشييفا عددا من الكتب الى النائب ارشد الصالح وعلى هامش اللقاء تحدث رئيس الجفاة التركمانية العراقية النائب ارشد الصالح لفضائية تركمانله مرحبا بالوفد الاذري الزائر الى الجفاة التركمانية مبينا ان الشعبين التركماني في العراق والاذربيجاني يتشاركون القواسم نفسها ولديهم المبادئ والاهداف نفسها مبينا ان زيارة الوفد دليل واضح على مدى ترابط ابناء الشعب التركماني في العراق واذربيجان بما اكدت النائبة الاذربيجانية جانيرا باشييفا ان الاذربيجانيين يشاركون ابناء الشعب التركماني في افراحهم واحزانهم وان الشعبين لديهم قواسم واهداف مشتركة تهدف الى خدمة العالم التركي مؤكدة على انه لا اهمية للمسافات التي تفصل بيننا مادامة القلوب مرتبطة ببعضها البعض فيما اوضح النائب التركماني السابق في البرلمان فوزي اكرام تارزوغل ان زيارة الوفد الاذربيجاني الدليل على ان الاتراك مترابطون فيما بينهم بالرغم من المسافات الكبيرة التي تفصل بينهم من جانب اخر اوضح كل من رئيس جمعية اعلامي الاناضول سينان برهان ورئيس صحيفة يانتشاغ عقيل علي عسكر ورئيس ادارة البث في تلفزيون تشاي تيفي حسن ياوز باقر ان زيارتهم الى العراق جاءت للتعبير عن تضامنهم مع قضية الشعب التركماني وللوقوف الى جانب هذا الشعب الذي يدافع عن حقوقه المسلوبة بكل ارادة وعزيمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة